صباح الخير لكل المتابعين نحن بفقرة الأبراج والتوقعات الفلكية والأسبوع الماضي حكينا عن التوقعات الفلكية بالمختصر لكل الأبراج تأثيرات عطارد وزهرة والمريخ الحلقة اللي مضت حكينا للحمل والثور بالتفصيل لهذه الأبراج لهذه الكواكب وتأثيراتها عليها هاليوم رح نحكي عن الجوزاء إذن عم نحكي عن عطارد اللي هو متراجع لغاية 14 الشهر وبهاي الفترة الجوزاء بدك تكون حريص على قراراتك وعلى تصرفاتك رح يكون عندك تعقيدات بأمور البيع والشراء لذلك إذا ما كان عندك شيء مهم وإذا كان بإمكانك أنك تأجله لبعد 14 الشهر بيكون أفضل كمان البعض يواجه إرباك بمواضيع تخصه شخصيا أو تخص العائلة يعني عم بنشوف التأثيرات على العلاقات الاجتماعية فكمان مع الشريك المهني أو الشريك العاطفي فهاي الأمور بدك تتجاوزها خلال هاي الـ 14 يوم ما تستعجل الأمور لأنه رح يكون فيه شوية تأخير وتسويف للمعاملات للموعيد عدم الوفاء بالوعود فيه أشياء رح تظهر عندك بهاي الـ 14 يوم فبدنا نأجل كل الأمور المهمة ليه؟ لأنه المريخ لما اللي هو انتقل عند الميزان فطالما هو عند الميزان ببرج هوائي رح يخدم مصالحك رح يخفف من وقع عطارد والأحداث اللي عم بتصير معك بسبب عطارد رح يساعدك على أنك تتخلص من سلبياتك وممكن يخليك تتأنى ببعض المراحل أو ببعض الأمور اللي بدك تتخطى فيها خطوة أو تتخذ فيها قرار تستعيد حياة هذه إلى حتى تعيش الأمان خاصة مع العائلة والشريك إذا جئنا على الزهرة رح يكون متراجع بس أول ثلاثة أيام يعني هاليوم آخر يوم من أربع الشهر رح ترجع الزهرة لسيرها الطبيعي لكن رح تظل ببرج الأسد بهاي الفترة رح تزداد الاتصالات الزهرة هي تأثيرها عاطفي وأيضا مهني ومالي فرح تزداد اللقاءات ورح تظهر فرص إيجابية تعطيك القدرة على تبدأ بجديد أو تنهي مطبات مهنية موجودة أصلا خاصة بحالة وجود شريك مهني كمان المطبات العاطفية اللي عم تحصل معك رح يكون بإمكانك أنك تصححها أو تتجاوزها بإيجابية يعني أما تصححها وتكمل العلاقة أو أنك تتخذ القرار بالإنهاء وتتجاوزها وترجع لحياتك الطبيعية بس بدنا منك أنك تكون دبلوماسي وتعتمد النقاش الإيجابي به على مدار الشهر حتى أمورك كلها تكون مستقرة وتشعر بالأمان السرطان عطارد اللي هو متراجع بالعذراء بدك تكون منتبه رح يخليك متوتر متشتت ما عم تفهم المعطيات اللي عم تظهر بهاي المرحلة غير مفهومة بالنسبة لإلك كمان تأثر عليك سلبا بحالتك النفسية بتعاملك بالعلاقات الاجتماعية حاول أنه ما تخرج عن المألوف بهاي الفترة يعني إيش ما رح يصادفك خليك مثل ما كنت تتعامل قبل تراجع عطارد بدك تضاعف جهودك بهاي الفترة وما تخطئ بعملك أبداً وما تتحدث عن سلبياتك لأنه بعض المناقشات ممكن تستفزك فتصير تحكي أمور هي ما لازم تنحكا انتبه ما تسمح لأي حدا يستفزك رح ندخل عند رح تستعيد حياتك وتحمل الأمان بدك تعزز العلاقات وبالنسبة للمريخ بالميزان على مدار الشهر فترة فيها مراوحة بالمكان فيها تأخير وتسويف ما تخرج عن المألوف زي ما حكينا بالنسبة لأعطارد إذن المريخ ما رح يخدم مصالحك كثير بهاي الفترة عليك أنه تنهي أعمالك بدون خطأ وأيضاً نفس عطارد ما تسمح لحد يستفزك وأنت كمان ما تستفز حدا أما الزهرة اللي هي بعد ثلاثة الشهر رح تتحسر الأمور عندك لساتها هي ببرج الأسد رح تعود لسيرها الأمامي ورح تخليك تشعر بالأمان فترة هادئة رومانسية ممكن تتخذ قرارات جديدة تخص عملك ومهنتك وأيضاً رح تعيد النظر بطريقة تعاملك بالأموال يعني الصرف والتبذير وشراء كل شيء مهم أو مش مهم رح تعيد النظر بهذا الموضوع رح تكون حياتك مستقرة على المستوى العاطفي الأسد عطارد متراجع بالعذراء فهاي الفترة فترة حساسة جداً تأثر على نفسيتك بشكل كثير كبير أمور مالية جديدة تظهر تعقيدات مالية بما يخص ديون أو سلف أو قروض أي أمر له علاقة بالأموال بدك تأجله لبعد 14 الشهر إذا كان بدك تطلب سلفة أو قرض أو أي شيء يخص الأموال بيع الشراء بدك تأجله لبعد 14 الشهر بيكون أفضل انتبه من السرقة والنصب والاحتيال وكمان انتبه أنك تنسى بعض المعاملات المهمة والأوراق المهمة بمكانات معينة عليك استشارة دوي الشأن واعتماد ميزانية محكمة بهاي الفترة المريخ بالميزان تزداد العلاقات ورح تكون في دعم وفي استماع لك إذن المريخ عم بيخفف من وطأة عطارد تعزز العلاقات مع العائلة والأصدقاء وكمان تذهب برحل كمان الزهرة متراجعة لغاية ثلاثة الشهر يعني من بكرة رح تترجع لسيرها الأمامي ورح تكون عندك أمور مهمة بالنسبة للمهنة حيث تنتهي المطبات وكمان على المستوى العاطفي رح تترجع الأمور كما كانت بالأول وتنهي كل السلبيات اللي حصلت بسبب تراجع الزهرة شكرا لمتابعتكم إن شاء الله بكرة نحكي لباعي لأبراج يسأل صباحكم